تأخذ الأوضاع الاقتصادية اتجاهنا يميلوا إلى التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية بشكل كبير مخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة تخيم على العالم أجمع ما يجعل القارات أكثر صعوبة أزمة تنعكس على الصراع وعلى العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة ودول أخرى من أبرزها روسيا والصين مرحبا بكم إلى الرابط إذن الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر تهدد استقرار النظام المالي والداخلي والعالمي بسبب ما سمي بيئة ظروف العالمية وسط غموض يسيطر على الاقتصاد العالمي ككل وعن ذلك نتساءل هل تتفاقم التوترات الجيوسياسية دون حلول أيضا تتفاقم معها تداعيات الاقتصاد والسياسة وهل تؤدي تلك التوترات إلى وقوع حالة ركود في الاقتصادات الكبرى الركود المصطلح الاقتصادي الأكثر تداولا على لسان المحللين الاقتصاديين الذين يتخوفون من دخول الاقتصاد الأمريكي في هذه الحالة الاقتصادية إمكانية تمدد الركود إلى اقتصادات أخرى في العالم سيكون مرجح في ظل انعدام التعاون الدولي واحتدام الصراع بين الأقطاب ما يضع الصراع الجيوسياسي على المحك متابعة تفاصيل لمن الغلبة؟ للفيدرالي الأمريكي أم للتضخم؟ على ما يبدو سوف تصب لصالح الركود هذا الشبح بدأ يطل برأسه من فوق الاقتصاد الأمريكي حسب ما يرى المحللون فالفيدرالي بنظرهم أصبح متشددا في سياساته المالية في ظل الخوف من رفع سادس جديد في معدلات الفائدة في نوفمبر المقبل إنهم يحاولون بشكل واضح التعامل مع الطلب عورة ذيقه لكن إذا لم يروا تغييرات حقيقية في السلوك فإن تخمين يذهب إلى أبعد من ذلك واعتقد بشكل عام أنه عندما تجد سيناريوها اقتصاديا مثل هذا عندما يكون التضخم محاطا فمن الصعب جدا التخلص من ذلك دون تباطئ اقتصادي حقيقي لذلك أنا أيضا من معسكر من يرجحون أن يكون لدينا ركود في الولايات المتحدة أعتقد أنه من المرجح أن يكون الركود في الاتحاد الأوروبي جرس وإنذار اقتصادي لن تتوقف محاذيره عند واشنطن وبروكسل بل سيتمدد لبقاع أخرى من العالم في ظل احتدام الصراع بين الأقطاب فحرب أوكرانيا رسمت شرخا سياسيا واقتصاديا قويا في العلاقة بين الغرب وروسيا فيما الصين هي الأخرى تخوض كباشا من نوع آخر مع الأمريكيين آخر فصوله بعد أزمة تايوان الاتهامات الأمريكية بشأن عمليات التجسس وتجنيد عملاء أفق التسوية الدولية لا تزال بعيدة مع ذهب هذين الرجلين في طريق لا رجعت عنها من أجل تشكيل نظام عالمي جديد لكن الوصول إلى هذا الهدف لن يكون سهلا ومن دون دفع أغلى الأثمان قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط هل تتفاقم التوترات الجيوسياسية دون حلول أيضا تتفاقم معها تدعيات الاقتصاد والسياسة وهل تؤدي تلك التوترات إلى وقوع حالة ركود في الاقتصادات الكبرى هذا ما أطرحه على ضيوفي الكرام في حلقة هذا المساء من الرابط أرحب بضيوف جميعا أبدأ من نيو مكسيكو ينضم إلي من هناك عبر زوم أسيد غاري وهو غاري هوف باور وهو مسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية وكبير الباحثين في معهد بيترسون الاقتصاد مرحبا بك من موسكو أسيد لكسي البلغوف وهو الخبيل الاقتصادي مرحبا بك ومن بكين ينضم إلي أسيد كيندو شو زميل أول في معهد بنغول وأستاذ مساعد في جامعة رن من في الصين مرحبا بك أبدأ هذا النقاش مع الضيفي سيد غاري أبدأ معك إلى أي حد ربما تؤيد هذه الأصوات التي تقول بأن الركود الاقتصادي في هذه المرحلة هو شر لابد منه ولكنه نتيجة الرفع المتنامي بأسعار الفائدة لو تحدثنا في البداية عن الولايات المتحدة الأمريكية نعم سيكون هناك تضخم وهو أمر لا بد منه في العام القادم ربما في منتصف العام فالتضخم ممكن أن يتحقق نزاله إلى الرقم المستهدف وهو 2% ولكن هذا غير ممكن من دون حدوث الركود وأي شيء عاد ذلك سيكون مجرد أحلام بأن لا يكون هناك ركود أنا متأكد أنه سيكون هناك ركود مع ارتفاع أسعار الطاقة وكل ما نرى ولكن البعض يعتقد وأبقى معك سيد جاري بأن هذا الركود هو بسبب رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة إلى الآن لم تتمكن من لجم هذه الارتفاعات في التضخم وبالتالي ربما الفيدرالي الأمريكي كان أسرع مما يجب مع أنه كنا نستمع في البداية بأنه تأخر باتخاذ هذه القارات ولكن الآن يرى البعض بأن هذا التشدد النقدي هو سبب هذا الركود المحتمل هذا صحيح رفع أسعار الفائدة الذي رفع بمقدار 75 نقطة أساس في ثلاث مرات وفي الأسبوع القادم أيضا سيكون هناك رفع أتوقع أن يكون مشابها لما تم رفعه لأن طبعا أسعار الفائدة تحدث بوتيرة سريعة والأمر يؤثر على ارتفاع أسعار المنازل وكذلك كلفة الإيجارات وحتى الأدوية فالأدوية اليوم كلها إذا ما وضعناها نرى بأن هناك ارتفاع أسعار طبعا هذا لن يحدث في وقت قصير سيكون هناك ركود تقريبا محتوم في منتصف العام القادم هنا أسأل ضيفي من بكين سيد كندو هل تعتقد بأن الصين قادرة على أن تعزل نفسها عن هذه الاحتماليات الدخول في ركود وهو الذي يعني تعانيه الدول الأوروبية هذه المخاوف أيضا الولايات المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الاقتصاد الصيني يتباطئ وهناك انتقادات لهذه السياسة الآن في الصين زيرو كوفيد هذه السياسة التي تؤثر أيضا على النفط نناقش ذلك بعد قليل ولكن هل الركود هو سيناريو قريب من الصين أو لا لا أعتقد بأننا نتحدث عن الركود بعد في الصين نعم هناك تباطئ اقتصادي وهذا تحدي كاف بالنسبة للحكومة الصينية لأنك إذا أردت أن تؤمن فرص عمل كالعادة كل سنة لحوالي عشر مليون شخص بمن فيهم الخريجين الجدد من الجامعات وبعض العاملين الموسميين فعليك أن يكون لديك ازدهار في الاقتصاد الأمر الذي يؤثر على الاستقرار الاجتماعي أي كل هذا يعني بأن الاقتصاد يجب أن ينمو بوتيرة معينة على الأقل 5% ولكن في الربع الثالث من هذه السنة وصل إلى 3% وهو أقل من المتوقع لذا هناك ضغوطات على الحكومة الصينية بتعافي الاقتصاد ودفع النمو الاقتصادي قدما ومن أجل القيام بذلك عليهم أن يفعلوا شيئا بشأن سياسة صفر كوفيد ما نسمعه اليوم تحديدا هو مجموعة من الإجراءات من أجل رفع الثقة لدى الشركات من أجل الاستثمار وأمور كهذه وفتح الأبواب بطريقة ربما بطيئة ولكن ثابتة ويحاولون أيضا أن يتعاملوا مع وضع كوفيد بشكل كبير بحيث لا يكون هناك المزيد من الوفيات لأن الناس لن تقبل معدلات وفيات مرتفعة وإحذاس التوازن مع الاقتصاد هذا هو التحدي طب يعني بعد قليل نركز معك أيضا ما هي أجندة شي جيبينغ الآن في الخامس سنوات المقبلة تجاه الاقتصاد وتباطئ الاقتصاد الصيني الآن أذهب إلى ضيفي من موسكو مرحبا بك سيد أليكسي روسيا تواجه ركود حاد طويل الأمد في معدل الدخل الحقيقي والسبب في هذه المرحلة وكما نعلم استمرار هذه العقوبات الغربية على روسيا وبالتالي بالنسبة لموسكو التي يلقى باللوم عليها في هذه المرحلة في ظل هذه الاقتصادات التي تعاني من مخاوف ركود هل من المحتمل أن نرى تغير في السياسة الروسية ربما تعمق هذه الأزمات الاقتصادية حوالي روسيا وحتى على روسيا مع كما ذكرت إذن هذا الركود الحاد الذي تعاني منه موسكو لا أعتقد هكذا لأنني مقتنع بالكاد في أن روسيا سوف تستمر في سياساتها الراهنة فيما يتعلق بحل قضية أوكرانيا عسكريا وبما في ذلك أيضا إبطاء العلاقات مع الدول الغربية قبل كل شيء الاتحاد الأوروبي ولوليات المتحدة الأمريكية خاصة وأن الآن الاقتصاد الروسي يواجه ركودا بالفعل حتى وفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي التقييمات التي أصبحت أكثر جبية في الأسابيع الأخيرة فإن وفقا لهذه التقارير سيكون هناك ركود بحوالي 2-3% وبالمصطلحات الغربية هذا ركود بالفعل ولكن من جانب آخر القيادة الروسية تدرك جيدا أن هذا هو ثمن باهد الذي كان ولا يزال موجودا مقابل تغيير النظام الاقتصادي وأنا أقصد بهذا المصطلح خروج روسيا من الأسواق الأوروبية التي كانت تلعب دورا نساسيا للصدرات الروسية في مجال التاقة وأيضا تغيير تدفقات السادرات الروسية إلى دول مثل الصين والهند ومن جانب آخر من الواضح أن روسيا كعامل مهم للاقتصاد الدولي أيضا يساهم في المزيد من التدخم بالأسواق الغربية قبل كل شيء يدور الحديث عن ما يسمى بيئة تدخم التكاليف فنحن نعرف أنه قبل سنتين وثلاث سنوات كانت تسعار النفط والغاز بالإضافة إلى التاقة الأخرى كانت أقل بأضعاف مما هو عليه الآن فلذلك تلك التكاليف وأيضا السياسات النقدية التي تمارسها هيئة الاحتياط الفيدرالي وأيضا البنط المركزي الأوروبي لا يمكن أن توقف هذا التدخم لأن تدخم التكاليف أو تدخم تكاليف التاقة لا يمكن تخييرها أو مكفعها عبر السياسات النقدية بما في ذلك تخفيض التيسير الكمي الذي يؤثر على الاستثمار العادية أيضا نناقش خيارات روسيا في هذه المرحلة مع استمرار إذن السياسة الروسية تشبثها باستراتيجيتها في أوكرانيا واستمرار هذه الحرب أستعرض معكم هذا الخبر سريعا قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن إن المرونة في النظام المالي الأمريكي في الوقت الحالي لا تلغي فرضية ظهور مخاطر أو ظروف تهدد استقرار النظام المالي مشيرة أمام الاجتماع السنوي لاتحاد الأسواق وصناعة الأوراق المالية في نيويورك إلى أن البيئة الحالية خطرة ومتقلبة بالنسبة للاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر أعود للنقاش وأسأل سيد جاري عما استعرضنا من كلام وزيرة الخزانة الأمريكية لو تفسر لنا ما الذي تقصده يعني ما هي التداعيات المتوقعة عندما تقول بأن المرونة في النظام المالي الأمريكي لا تلغي فرضية ظهور مخاطر أو ظروف تهدد استقرار النظام المالي العالمي أي سيناريو هات يضع ذلك على الطاولة أمامنا؟ حسناً ملاحظتها غير واضحة على الإطلاق ولكن أقول بأن ضرورة رفع أسعار الفائدة من أجل تخفيض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر وتضر بالدول الأجنبية التي تقترد بالدولار لأن عليها أن تعيد دفع هذا الدين بأسعار فائدة أعلى على الدولار الذي استدانته هذه من التبعات التي تحدث في الدول الغربية أو الأجنبية لا سيما الدول النامية هذه الدول يجب أن تحظى بمساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الأماكن في الدول النامية الأكثر تأثراً برفع أسعار الفائدة الأمريكية والتضخم الذي يحدث فطبعاً ذلك سيؤثر في تخفيض معدلات النمو في هذه الدول في صراعنا نحو تخفيض التضخم وطبعاً مع ارتفاع أسعار الطاقة طب هنا أسأل سيد أليكسي من موسكو بالحديث عن قوة الدولار الأمريكي الآن في هذه المرحلة بالمقارنة بالأصول الأمريكية الأخرى وبالمقارنة بالعملات أيضاً الأخرى إلى أي حد اتجاه روسيا قدر الإمكان إلى استخدام عملتها المحلية والتعامل يعني إن كان في التجارة البينية بين بعض الدول أو حتى في النفط أو حتى في الغاز بالعملة المحلية يجنب موسكو هذا الضغط فيما يتعلق بقوة الدولار في هذه المرحلة بطبيعة الحال يدر الحديث عن الخطوات التي تتم انتخاذها من قبل القيادة الروسية فهذا بمثابة محاولة للخروج من الاحتكار الدولاري وأيضاً محاولة لإنشاء ما يسمى بمنطقة العملات الوطنية فإن ذلك تقويد لما يسمى بنظام بريتنبود النظام الذي كان ولا يزال موجوداً خلال ثمانين سنة في كوكبنا بعد نهاية الحرب العامية الثانية من الصعب جداً أن نتنبى بما سوف يقول إليه الأمر حول هذه الحملة السليبية على الدولار ولكن روسيا تدرك أنه ليس هناك أي مخرج لأن الأصول الروسية المقاومة بدولار بحوالي 350 مليار الدولار تم توقيفها وأرسون فونالانا اليوم قد أدلت بتسريحاً وهي قالت أن هناك نواية للاتحاد الأوروبي وليس فقط إيقاف أو تعليق هذه الأصول ولكن أيضاً مصادرتها ونتيجة لذلك روسيا سوف تضطر إلى الهروج من هذا النظام المعتمد على العملة الأمريكية في وجود أو في أدواء مثل هذه المناقشات حول مصادرة الأصول المقاومة بالدولار فما هو الجدوى في الحفاظ على التجارة البينية في حال كانت الدول التي نحن نتجر معها قد تصادر الأصول المقاومة بالدولار ولكن الدولة الغربية أيضاً قد تخاف من مثل هذا السيناريو لأن ذلك سوف يعني أن أي دولة سوف تبشر أو تعتمد على السياسات المستقلة قد تتعرض لمثل هذه المصادرات والعقوبات المالية القاسية وفي هذا السياق أنا باعتقادي أن النشاط القيادة الروسية سوف يظهر ما هي الصعوبات على هذا الطريق طريق الخروج من الدور المحوري للدولار بما في ذلك ما هي الفرص التي ستتبلور فإن الدول الأخرى بما في ذلك الدول النامية سوف تتابع نجاحات وعزام روسيا في هذا الطريق تتحدث عن الفرص وهنا أسأل ضيفي من بكين ونعلم بأن هناك علاقة متقدمة جداً في هذه العلاقات الصينية الروسية ولكن الآن مع هذه الضغوطات على الاقتصاد الروسي من جهة قوة الدولار الأمريكي من جهة ثانية والتقارب الروسي الصيني فيما يتعلق بالنفط وهنا أسأل ضيفي سيد كيندو فيما يتعلق بقوة الدولار الأمريكي هل هذه فرصة سانحة للتبادل التجاري وتبادل علاقات الاقتصادية بالعملات المحلية بين بكين وموسكو حتى على المدى الطويل في ظل هذه الضغوطات التي تمارسها قصداً وربما بشكل غير مقصود ويتمتحدة الأمريكية في هذه المرحلة مع قوة واستمرار رفع الفائدة وقوة الدولار طبعاً كل التجارة الدولية الصينية تقريباً هي بالدولار الأمريكي ومتاجرة الصين مع الدول الأخرى أيضاً بالدولار بما فيها روسيا معظم تجارة الصين مع روسيا هي بالدولار ولكن نرى اليوم هذا الوضع الجديد الذي ينظر إليه على أنه إساءة استخدام للوضع المهيم للدولار ذلك يؤثر على دول مثل الصين وروسيا ودول أخرى إذن توجد حوافز لهذه الدول أن تجد طريقة لعدم استخدام الدولار الأمريكي لا أعتقد بأن هذه أخبار حسنة بالنسبة للدولار الأمريكي ويجب أن تقلق أمريكا ولكن يتطلب الأمر وقت طويل وممارسة طويلة ناضجة من قبل هذه الدول في عدم استخدامها للدولار الأمريكي واستخدام العملات الأخرى بما فيها التبادل الثنائي فيما بين العملات الوطنية بين أي دولتين تقومان بالمتاجرة مع بعضهم البعض طبعا لقطة البدء حدثت الآن استخدام الروبل الروسي والروبنبي الصيني هذا أمر قد بدأ الآن من أجل المتاجرة بين الدولتين هذه ليست بالأخبار الحسنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الصين تريد أن ترى المزيد من استخدام اليوان الصيني في التجارة الدولية أخذنا بعين الاعتبار وضعية الصين كشريك تجاري مهم جدا ومصنع كبير للسلع وبالتالي يجب أن تدفع بهذا الاتجاه أكثر ولكن حتى الآن لا أعتقد بأن الصين تقوم بهذا الأمر بفاعلية وهي ما تزال تعتمد على الدولار الأمريكي واضح مزيدا النقاش مع حضراتكم جميعا ولكن أتوقف عند هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة من الرابط أعود بعد ذلك الاستئناف ما تبقى لدينا من وقت ومن محاور إبقى معنا شبح الركود يلاحق أكبر اقتصادات العالم حتى أن صندوق النقد الدولي يحذر من دنو حدوثه مدفوعا بذلائل ومؤشرات تدل عليه نتابع تفاصيل لم يتفق علماء الاقتصاد على تحديد تعريف دقيق له حتى الآن لكن المتفق عليه أن الركود هو حالة من تباطئ نمو الاقتصاد في أي بلد لربعين سنويين على التوالي أي أنه يحدث عندما يبدأ الاقتصاد في الانكماش على مدار ستة أشهر متوالية وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكن ماذا يعني الانكماش الدال على هذا الركود؟ يعرف اصطلاحا بأنه الحالة المعاكسة للتضخم أي حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي ويحدث عندما يشعر الناس بأن الأسعار تتجه نحو الانخفاض فيؤجلون عمليات الشراء على أمل الوصول لأسعار أقل في وقت لاحق ما يؤدي إلى انخفاض دخل المنتجين وبالتالي تسجل زيادة في البطالة يتبعها رفع معدلات الفائدة في البنوك المركزية ما يزيد من مخاطر ضعف السوق وكذلك عدم الإقبال على الاقتراض ليست البطالة وحدها ما يدل على الركود فمن بين المؤشرات الأخرى يبرز عامل ثقة المستهلكين الذي يقيس مدى الحالة المزاجية لهم حيال أموالهم فعلى سبيل المثال انخفض مؤخرا مؤشر ثقة المستهلكين في أوروبا إلى أدنى مستوياته نتيجة المخاوف من ارتفاع التضخم والقلق من قطع روسيا إمدادات الطاقة عن دول القارة العجوز نعود إلى استناف النقاش أعود لضيفي من نيو مكسيكو أسألك سيد جاري يبدو بأن المعضلة الحالية الآن لا تواجه فقط الاحتياط الفيدرالي ولكن تواجهه بالإضافة إلى غيره من البنوك المركزية الكبرى الآن الجميع يريد أن يتجنب الانكماش والركود والذي أصبح على ما يبدو مشكلة وشيكة أكثر من المعتاد إلى أين تتجه البوصلة في هذه المرحلة؟ ارتفاعات بمعدلات التضخم عالميا نخاوف من تراجع النمو وهو متراجع أصلا وبالتالي أي خيارات بخبرتك ممكن أن تطلعنا عليها في هذه المرحلة؟ ليس هناك من خيارات كبيرة أو جيدة لدى البنوك المركزية إما أن يقبلوا بارتفاع مستوى التضخم ولا يرفع أسعار الفائدة ولكن ما يقوله البنوك المركزية الآن أننا لن نقبل بارتفاع التضخم سنرفع أسعار الفائدة من أجل أن نخفض التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بينما هو الآن 6% في المملكة المتحدة وأعلى من ذلك في المملكة المتحدة مثلا 10% وحوالي 8% في معظم أوروبا لذا البنوك المركزية تقول بأننا سنتابع تشديد السياسة النقدية حتى نرى انخفاضا في التضخم ولهذا السبب أقول بأن نقطة التحول لم يصل إليها بعد الخوف الموجود الآن هو أنك إذا تركت التضخم سيتابع الارتفاع مزيدا ومزيدا والوضع سيصبح أسوأ بكثير يعني هل نحن بصدد الحديث عن ركود تضخم في هذه المرحلة وهو ما يتخوف منه الكثير نعم نعم هو الركود التضخمي حيث يوجد التضخم مع ارتفاع البطالة ووجود ركود وانخفاض في الناتج ربما انخفاضا قليلا في الناتج وبمقدار واحد بالمئة أو اثنين بالمئة وطبعا مع ذلك ستزداد البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ثلاثة فاصلة ثمانية بالمئة ربما سترتفع إلى خمسة بالمئة معدل البطالة ويبدو لي بأنه تماما هذا هو الركود التضخمي كل هذه كلفة تخفيض التضخم هنا أسأل ضيفي من بيكين سيد كيندو هذه المخاوف من ركود أو تراجع ثاني أكبر اقتصاد بالعالم أي أولويات يضعها على كاهل الرئيس الذي تم التجديد له على رأس الحزب الشيوعي شيد جينبينج للمرة الثالثة ينصب رئيس للبلاد في مارس المقبل وبالتالي الأولويات الاقتصادية ما هي في هذه المرحلة؟ بنا الواضح أنه في الصين طبعا الحزب الشيوعي الصيني ويريد أن يكون هناك نمو اقتصادي عالي الجودة بمعنى أن يكون هناك نمو وفي الوقت عينه تقدم تكنولوجي ونمو عالي المستوى هو نمو مستدام ويعني بأن هناك توسع اقتصادي في الوقت عينه مع حماية البيئة لذا أعتقد بأن الناس يستخدمون تعبير جديد وهو ما يسمى التحديث الصيني أو النموذج الصيني في التحديث وهو أمر يعني بأن يكون هناك تقدم ونمو وهناك ما تسمى السمات الصينية أيضا حيث تحديث على نطاق واسع هناك في الصين كما تعلمون 1.4 مليار شخص ونرى نموذج الحياة وطراز أسلوب العيش المتقدم الآن بينما كنا في الماضي لدينا نوع من التقشف وكان هناك الجميع ربما بشكل واحد ولكن الآن تنمو الفجوة بين الأغنياء والفقراء وهناك طبعا الطموح البيئي الخماية البيئية مع النمو نفسه طبعا إذن هي تقدم ثقافي وحضاري وأعتقد أيضا بأن كل هذه السمات مهمة تؤكد مع ذلك على موضوع التنمية المسالمة السلمية خلال السنوات الأربعين الماضية رأينا نهوض الصين بشكل سلمي تماما ونريد أن نحب أيضا أن يكون هناك نمو ونهوض للصين بطريقة مسالمة يعني بين الحماية البيئية والنمو والتقدم التكنولوجي هذه المعادلة تبدو صعبة في هذه المرحلة يعني في ظل كل هذه الضغوطات دعنا نتساءل عن النموذج الروسي على ماذا تتكل روسيا في هذه المرحلة في ظل هذه الأخطار الاقتصادية من حولها في الدول الأوروبية حتى في يعني من خلال كما نعلم هذه العقوبات المستمرة وبالتالي على ماذا تتكل تتكل على النفط على مصادر الطاقة أم أنه هناك يعني استراتيجية اقتصادية مختلفة في روسيا في هذه المرحلة لا أعتقد أنه في المرحلة القاسرة والمتوسطة المدى روسيا بشكل نمفر منه سوف تستمر في الاعتماد على صدرات الطاقة الحفورية ولكن كما تظهر لنا الممارسة أن تغفيد هذه الصدرات لا يمكن أن يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني الروسي وأنا أتحدث عن الميزانية والاقتصاد على حد سواء حد برغم من العقوبات المؤلمة وأيضا إمكانية حضر استراد النفط والغاز الروسيين باستثناء خطوط الأنابيب فإن التجارة الروسية الآن مربحة إذا كنا نتحدث عن التجارة مع الدول الأخرى فبعد فرد هذه العقوبات الغربية أصبحت التجارة الروسية مستقلة عن المؤسسات الدولية المالية لأن هناك الكثير من القدرات الاستثمارية في داخل الأسواق الروسية ومن الممكن لجول استخدام هذه القدرات لإعادة بناء الاقتصاد الوطني ولكن من جانب آخر هناك مخاوف من الدول الغربية لا تنقصر أو تقتصر على تدخم ولكن أيضا الكساد العظيم تكرر الكساد العظيم في 1922 فالآن أيضا قد شهدنا مثل هذه الأزمات في 2008 على خلفية نفس السياسات لمختلف دول مثل المملكة العربية السعودية التي قد أخذت من الدول الغربية النفط الرخيص فإن المحل الاقتصاد المجهور روبيني الآن يتحدث عن كساد بدلا من استخدام مصطلح الركود ففيما يتعلق بالركود التدخمية فهناك الآن احتمال أن نواجهه الآن وقد يكون من الأسعب بكثير الخروج من مثل هذا الحلزون المالي المضر بالاقتصادات ولكن كل ذلك نتيجة للسياسات النقدية فإن هذا سوف يضر بالاقتصاد والقدرات الانتجية في الدول التي كانت تعتمد على النقود الرخيصة تباعت النقود فإن هذه العملية للانتقال من الاقتصادات المعتمدة على التصدير إلى الاقتصاد المعتمد على السوق الداخلي اعتمادا على الاستثمارات الداخلية أعتقد أن هذا هو النموذج الروسي في الماضى التويل فسيكون هناك تمثيل دولة بشكل قوي ومشاركة الدولة في المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سوف ترمي إلى توفير الاستقلالية التكنولوجية بما في ذلك الاستقلال المالي والصناعي وكما تظهر لنا تجربة الاتحاد السوفياتي في هذا السياق هذا ليس مستحيلا بالإدافة إلى تجربة الدولة الصينية يستحق المزيد من النقاش الحديث عن استقلالية اقتصادية في روسيا ربما بعد هذا الفاصل ولكن فقط لنكمل كل الأسئلة التي لها علاقة بالجانب الأمريكي مع سيد غاري أسألك عن الآن ماذا عن الأصوات التي تقول بأنه ربما على الفيدرالي الأمريكي أن يبتء رفع أسعار الفائدة حتى وأن لم يتمكن بعد من كبح هذه المعدلات المرتفعة من التضخم ولكن يجب عليه أن يبدأ بخطوات من أجل السيطرة عن أي مخاوف لها علاقة بالركود هل تعتقد بأنه حان الوقت لذلك؟ أنت على حق هناك الكثير من الأصوات التي تقول تماما كما ذكرت أسعار الفائدة ما تذال أقل من معدلات التضخم فالتضخم بهذا المستوى وأسعار الفائدة أدنى أقل بـ 4% بينما تضخم 6% أو 7% على حسب المقياس لذا أعتقد بأن هذه العلاقة ستتابع ارتفاع تضخم إذا لم يتمونها لك رفع لأسعار الفائدة وسترتفع كلف الإسكان وغيرها لذا أعتقد بأن الاحتياط الفيدرالي لن ينصت إلى هذه الأصوات ولن يوقف عملية رفع أسعار الفائدة على الأغلب في ديسمبر ربما سيرفع أسعار الفائدة ربما بـ 1.5% الأمر الذي يجعل أسعار الفائدة أعلى من 4.5% وكذلك في نوفمبر ولكنه سيتابع في السنة القادمة رفع أسعار الفائدة ولكن ربما بوتيرة أبضأ أعتقد أنه سيبقي على الرفع على الأقل حتى يصل إلى مستوى التضخم إذن نعم هناك أصوات تدعو الاحتياط الفيدرالي للتوقف عن رفع أسعار الفائدة بهذه الشدة ولكن بالنظر للتاريخ أعرف بأن الاحتياط الفيدرالي لن يتوقف ننتظر اجتماعات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بالأول والثاني من نوفمبر لنعرف ما هي القرارات التي ستتخذ يعني الجميع يتحدث ربما عن رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس ننتظر إذن برنامج الرابط مستمر ولكن أتوقف عند هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة نعود بعد ذلك الاستئناف ما تبقى لدي من وقت ومن أسئلة ابقوا معنا واستطبط اقتصادي غير المسبوق وتوتر متصاعد مع الولايات المتحدة وتولى غربية أخرى فازة شي جيمبينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني ما جعل هذه العهدة تبدو محفوفة بالمخاطر خاصة مع استمرار تراجع والركود ثاني أكبر اقتصاد في العالم تأتي هذه الصعوبات في وقت تشهد في العلاقات بين الصين والقوى الغربية توتر في العلاقات كما ذكرنا وتكثر فيها الخلافات بين الصين مع الدول الغربية حول عدة مواضيع من أبرزها استقلال تايوان، إحكام القبضة أو قبضة بكين على هونغ كونغ مصير أقلية الإيغور في شانجيانغ وتنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة والحرب في أوكرانيا أبدأ من حيث انتهيت الحرب في أوكرانيا لأسأل ضيفي من بكين سيد كيندو يعني بالرغم من أن الصين لم تنضم إلى الدول الأخرى التي فرضت عقوبات على روسيا إلى الآن ولكن هناك خطر مواجهة ربما أن تواجه الصين عقوبات من قبل الولايات المتحدة لتضغط عليها في هذه العلاقة التجارية والتقارب مع روسيا هل سنشهد تغير في العلاقات التجارية وربما حتى السياسية بين روسيا والصين في المرحلة المقبلة؟ الجواب لا فالصين طورت علاقاتها مع روسيا على أساس علاقات ودية قبل أن يبدأ الصراع الأوكراني لذا ليس هناك أي علاقة مع الصراع في أوكرانيا وأيضا طبعا وضع الصين بالنسبة لهذا الصراع يختلف عن وضع الغرب فالغرب ينزل إلى روسيا ويعتبر بأن ما يحدث كله غلطة روسيا ويلوم روسيا ولكن بالنسبة للصين يمكن أن أقول بأن الصين وطبعا العالم النامي أيضا على ما أعتقد ربما بأغلبيته يشعرون بأن هناك مسؤولية مشتركة عن ما حدث بين روسيا وبين الغرب والاتحاد الأوروبي وكذلك تمدد حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا وموضوع محاولة ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كل ذلك يمثل تهديد أمني لموسكو وعلينا أن نتذكر بأن هذه حقيقة السياسة في العالم وتشعر روسيا بالخطر ولها الحق بأن تحمي نفسها وبالتالي ربما قامت بحرب استباقية لمنع حدوث كل هذه التهديدات وهي ليست المرة الأولى في العالم التي لدينا فيها هكذا أمور تذكروا غزو الولايات المتحدة للعراق في العام 2003 من دون تفويت بالأمم المتحدة ومن دون أي استفزاز من العراق لأمريكا فلماذا ينضم باقي العالم إلى العالم الغربي للقيام بشيء كهذا طبعا دول من حقها أن تدافع عن مصالحها ولتترك الدول في العالم العربي في الصين في الهند ودول آسيا الأخرى ليس بالضرورة أن ينضموا جميعا إلى العالم الغربي في وضع هذه العقوبات على روسيا وكذلك وضع الصين طيب هنا أسأل ضيفي من موسكو سيد أليكسيا البعض لديه رأي مختلف في شكل العلاقة الروسية الصينية المقبلة بعهد شيجي بينغ الثالثة البعض يرى بأن الرئيس الصيني سيتفرغ في هذه الحقبة الثالثة لملفات أخرى كي يتفرغ للولايات المتحدة الأمريكية وأنه لم يكن يريد التصعيد حقيقة حتى يضمن ترشحه وانتخابه لولاية ثالثة فأراد يعني أن تكون الجبهات مهادة نوعا ما الآن هو يريد أن يتفرغ للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمحيط الهاد يعني كل هذه التحالفات التي تقوم بها واشنطن من أجل يعني عزل الصين وبالتالي قد يؤثر ذلك على العلاقة مع روسيا ما هي خيارات روسيا وهل تراهن على هذه الحقبة الثالثة من عهد الرئيس الصيني أنا لا أعتقد أن الصين سوف تراجع سياساتها إزاء روسيا الاتحادية ففي هذا السياق نحن نرى أن الدولة الصينية الآن لم تكن تشارك في أي تحالف عسكري مع روسيا ولا مع دول الغربية ونحن قد نصف ذلك كأننا نقف ظهرا لظهر ونحن نضافع عن بعدنا من نفس الخصوم بالحديث عن العلاقات بين الصين والروسيا ولكن من جانب آخر فيما يتعلق بالأجندة الأساسية التي تقلق الدولة الصينية فإن روسيا كما تعرفون تحتل المواقف المؤيدة للصين فعلى سبيل المثال نحن كنا ولا نزال نؤكد على سياسة صين واحدة وفي إثار هذه السياسة النزاع حول جزيرة تايوان قد يتم تحريد عليها من قبل الوليات المتحدة التي تصر على مختلف الخيارات وبما في ذلك إعلان سيادة الدولة التايوانية وهذه مخاطعة صينية ومن جانب آخر نحن أيضا نضرك أن الجندة الدولية في سنوات المقبلة وبشكل لا مفر منه سوف تتفاقم وتتدهور وليس من المستبع أن نزاع تايوان أو الحرب في تايوان من الممكن أن تنشبه ولكن ليس تحريد قبل الصين ولكن عبر الإسفزازات مثل ما كان عليه مع السراع أو الملاف الأوكراني حيث كانت روسيا تضع مرارا وتكرارا إلى بناء الهيكل الأمني الأوروبي الموحد الهيكل الذي سوف يأخذ بالحسبان مصالح جميع اللاعبين وبعد أن كانت جميع هذه المقترحات الروسية تم تجاهلها وإدحاكها بعد ذلك لجهة روسيا إلى حال عسكري لهذه الأزمة فلذلك أنا لا أعتقد أننا سوف نتحدث الآن عن كون صين في السنوات المقبلة قد تبتعد عن روسيا أنا أميل وأنحاني إلى المزيد من التقارب اقتساديا ولكن أيضا على مستوى المواقف السياسية المواقف التي الآن شبه متشابهة بين موسكو وبيكين هنا أسأل سيد غاري إلى أي حد إطالة أمد هذه الحرب عدم الذهاب إلى الحلول الدبلوماسية يعني التأكيد الأمريكي على دائما الوقوف في وجه موسكو في هذه المرحلة أثر بالإجابة على روسيا بأنه الآن أصبحت قادرة على إيجاد استقلالية اقتصادية استقلالية مالية استقلالية تكنولوجية أسهمت بمزيد من الترابط مع الصين والهند الحرب حقيقة أمر سيء وكلما طالت كلما سيموت ناث أكثر وكلما سيكون هناك بؤس يعاني منه من هم في أوكرانيا وربما من هم في روسيا أيضا حقيقة الأمر سيء جدا أن لا يكون هناك حل واضح يبدو الآن بأن الحرب ستطول على الأقل لهذه السنة وربما للسنة القادمة أيضا الخطر الأكبر هو إمكانية أو احتمال أن يكون هناك استضام مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أو بين الولايات المتحدة والصين كناحية أخرى لا يمكن أن يكون هناك حرب نووية لا نستطيع أن يحدث ذلك في عمرنا هذا والذي هو قصير الآن هذا هو القطر الحقيقي في موضوع التصعيد الذي يحدث الآن في الحرب الحالية في أوكرانيا الخوف من أن يصل إلى مستوى أكبر وأنا متأكد من أنه على الدبلوماسيين أن يعملوا من أجل تجنب ذلك ولكننا نواجه هذا الخطر الآن أشكركم على المشاركة معي في حلقة هذا المساء من الرابط كنت معي من نيو ميكسيكو عبر زوم السيد غاري هوفبر وهو المسؤول السابق في وزارة الخزان الأمريكية وكبير الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاد شكرا لك وكان معي من موسكو السيد أليكسي أنبيلوغوف وهو الخبيل الاقتصادي وكان معي السيد كيندوشو زميل أول في معهد بنغول وأستاذ مساعد في جامعة رن من في أسين قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط لهذه الليلة هل تتفاقم التوترات الجيوسياسية دون حلول تتفاقم معه أيضا تداعيات الاقتصاد والسياسة وهل تؤدي تلك التوترات إلى وقوح حالة ركود في الاقتصادات الكبرى إذن بعد استفادة النقاش في ملف الليلة خلص الضيوف إلى التالي بأن هذه الأزمات الجيوسياسية قد تتجه إلى مزيد من التأزم في ظل هذه الحرب الأوكرانية أيضا تصاعد حدة أزمة الطاقة العالمية واحتدام الصراع الدولي وأن أركود الاقتصادي واقع لا مفر منه في العام المقبل لتخفيف من حدة التضخم المرتفع إذن وصلنا إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء